كريبتو دوت نت بيتكوين عالمك نحو احتراف العملات الرقمية هنتكلم النهاردة عن عملة البيتكوين واهم الاحداث اللي بتحصل في العملة واهم التأثيرات اللي بتحصل معنا على عملة البيتكوين فيه اوقات كتير اتكلمنا ولكن التوقيت الحالي هنتكلم في موضوع مهم جدا عشان نقدر نحلل ايه اللي احنا عايزين نعرفه في السوق فممكن تجيب كوباية الاهوة بتاعتك وتقعد وتركز معايا عشان هنراجع القصة بتاعت البيتكوين ولكن هنرجعها من شكل معين عايزة تفرقكم عليه دايما السوق يا جماعة فيه تقرارات وفيه اشكال بتحصل قدامنا ممكن الناس اللي مش بيبقى عندها خلفية بالسوق أو اللي بتخش تجرب ما بيكونش عندها العلم الكافي اللي ممكن تقدر تاخد عليه بعض البوزيشنات المهمة أو بعض الاتجاهات السليمة فانا رجعت معاكم وهنرجع لتاريخ معين التاريخ ده هو بتاريخ تمانية واحد عشرين واحد وعشرين يعني في اول السنة اللي احنا فيها دي ايه اللي حصل مع البيتكوين وعشان نعرف الاحداث اللي بتحصل دلوقتي لازم نرجع نشوف الاحداث اللي حصلت سابقا في عندنا في البيتكوين حاجة مهمة حصلت في التوقيت ده ان احنا في تمانية واحد كن معنا لو رجعنا سنة كمان اهو يعني مش هنرجع بصوا كده سنة بصوا رجعنا حصل ارتفاع 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 وكوننا كمة تمام الكمة دي اول كمة كوناها بعد كده حصل هبوط شوية باقي كده رجعنا كونا كمة تانية اهي قدامنا صح يعني ادي الكمة الاولى ادي الكمة التانية جميل بعد كده حصل تصحيح رجعنا كونا كمة تالتة حصل هبوط رجعنا كونا كمة رابعة طيب نلاحظ ايه في الاربعكمام دول هنلاحظ حاجة مهمة القمام في تصاعد يعني الكمة الاولى القمة التانية القمة التالتة القمة الرابعة من بعدها حصل ايه تعالوا نبص كده بسرعة بص 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 ننزل 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 كمة اهي ولكن القمة دي كانت اول قمة وهي القمة الخمسة اللي تيجي اقل من الاربع قمة من السابقين بعدها حصل ايه حصل هبوط لغاية لما وصلنا للتسعة وعشرين والثمانية وعشرين الف كده احنا قادرين نستوعب جمعناه بالراحة احنا بنتكلم وانا عايزك تبقى بتشرب القهوة وبتركز وبراجع لك الشرطة هو تاني من الاول تاني عشان مايبقاش فيه حاجة عدتك كده وتبقى ايه مستوعب معايا احنا بنتكلم فيه نرجع تاني قمة الاولى التانية التالتة الرابعة بعدها قمة خمسة اقل من القمم السابقين اوتوماتيك بعدها حصل هبوط حد طيب انت هتقول لي انت يا ام رجعنا من اول السنة ليه ويعني انت احنا عايزين نشوف ايه الكارسة اللي احنا فيها من اول لما دخلنا الشهر الغريب اللي احنا فيه ده هو ده السبب اللي بيخليني ارجعك الورى عشان نتكلم عن دلوقتي تعالوا بقى نشوف من ساعة لما كنا عند يعني القواعد اللي احنا كنا فيه 29000 البيتكوين اعمل ايه البيتكوين اعمل ادي القمة الاولى حالو تمام بعد كده فين القمة التانية بعد كده القمة التالتة بعد كده القمة الرابعة حصل ايه تاني اهو القمة الخمسة اقل من الاربع قمة ادي واحد اتنين تلاتة اربع اول لما قربنا من الثلاثة وخمسين الف نزلة القمة الخمسة بعدها نزل وبوط تمام طيب شايفين احنا نزلنا من الشرطة الخمسة واربعين اهو ليه الاربعين الف تلتمية اربعين الف متين بعيدا بقى عن النصين هنا ليه هتحكم ولسه هنتكلم على قصة الصين وانا هتكلم معاكم على قصة الصين في حلقة تانية عشان مش عايزين نضيع الوقت انا عايز افهم الناس بهدوء ايه اللي بيحصل في السوق عشان الناس ما تبقاش الانا انا المشاكل اللي بيجيني من عندكم ان كل واحد يكتب على الايميل ويقول لي انا باعت والله ويعني هو باع الاول اشترى والسعر عالي بعد كده لقى السعر بينزل زي ما احنا شايفين الشرطة الحمرة اللي قدامنا دي كده هي نزلة هي على طول تمام رح دخل على طول اوتوماتيك رح بايع خلص الموضوع شوية لقى السعر جاي يطلع زي ما احنا شايفين اهو هبا رح دخل اشترى بالعالي تاني لقى السعر بيقع خف وجير رح بايع تالت رقى السعر طلع رح دخل اشترى هبا لقى السعر بينزل رح بايع هو بيخسر فلوسه هو بيخسر فلوسه وبعد كي يجي يقول لك السوق خسرني يا سيدي مش السوق اللي خسرك الاستراتيجية اللي انت متابعها هي اللي بتخسرك انت لو ما عندكش خلفية في السوق ده بنتكلم ميت مرة لو سمحتو خل معاكم مساعد او شخص مش مش شرط احنا خالص اي شخص انت تصق فيه ولكن ما ترغيش تدفع تلاتين دولار وخمسين دولار في التليجرامات المنتشرة وتخش يعدك يخسرك كل اللي وراك ولما تكتب له يقول لك انا مال يا عم انقدمت نصيحة وخلص الموضوع يعني ما يبقاش حرام عليك فلوسك تضيعها في الارض احنا بنستنتج ايه بقى من الاربع قمم والقمة الخمسة والهبوط اللي احنا فيه ده بنستنتج نصيحة مهمة جدا جدا بنحاول نقولها لاخوتنا ان الكراش اللي حصل ده احنا مستعدين ننزل فيه لوقت النقطة دي شايفين الخط اللي اخدر اللي انا حط لكم من زمان ده اهو تمانية وتلاتين الف دولار هل يجوز ان احنا نصح في التمانية وتلاتين الف اه متوقع متوقع ما فيش اي مشكلة خلص عادي احنا بننزل للاربعين خط دعم قوي ما عندناش مشكلة لكن وارد ان احنا ننزل للتمانية وتلاتين الف وضع حضرتك ايه دلوقتي لو انت وضعك من الاشخاص اللي موجودة في السوق يهم وضعك انت مشتري في قمة عالية مثلا في الستين خمسة وخمسين تلاتة وخمسين اي رقم ويعد هتعمل ايه قاعد خسران يدعم يتقفل المحفظة وتسيبها اسبوعين تلاتة ومتجيش جنبها دلوقتي خالص مدام ما عندكش يو اس دي تي او ما عندكش طريق الدعم تبيع لأ تجيب القصة ابيع فوق واشتري من تحت انت لا انت عارف فوق فين ولا عارف تحت فين فهبيع هتخسر يبقى هدي حال ناس في السوق اول اول اتجاه اليوم واني لازم ينتظروا الناس التانية اللي لسه موجود معي واس دي تي وعايزة تخش السوق هقول لك ابشر ابشر لاني ده اخر من بعده هنبدأ ناخد اتجاهات سعودية زي ما التاريخ كده بالراحة وزي ما احنا ماشيين بنكرر مع بعض او قلنا خمس كمم ورحنا نازلين عملنا تصحيح طلعنا قمم اعلى او احنا ما جبناش هنا الالتايم هاي ولكن هو نفس النموذج لما نرجع نستقر على التمانية وتلاتين او على الاربعين او الاتنين واربعين او الخمسة واربعين تأكد ان احنا طلعين بعد كده لكسر الالتايم هاي يعني لو انا معايا محفظة والمحفظة دي عايزة ابدأ افتحها جديدة تأكد ان دي الاوقات المناسبة لدخول السوق ولو محفظتك اكبر من الست الاف يورو تأكد انك ممكن تتواصل معنا عن طريق الرقم الموجود في الواتس اب وخش لانضمام المحافظ الفي اي بي افضل ما تخش لوحدك بالست الاف يورو وتخسرهم كلهم او تخسر نصهم خد معاك استشارة ويبقى ماشي معاك حد متابع معاك بشكل دايم في التحركات 24 ساعة ل24 ساعة لو اقل من الرقم ده ممكن تنضم للتليجرام عندنا وتستفيد من المعلومات ومن العملات اللي بنقول عليها السوق فيه 12 الف عملة خلاص يا جماعة 12 الف عملة هل انت عارف تشتري ايه وتسيب ايه وتبيع ايه وتشتري منين وكل الكلام ده لو انت عارف ده انت بقيت راجل دكتور خلاص بقيت راجل دكتور تاني حاجة انا بأكد ان التوقيت ده اخر من بعديه صعود كبير جدا اخواتنا التانيين اللي كل يوم برضو بيكلموني على الايميل او بيكلموني يقولوا ان بيسمعوا قنوات وحاجات تانية بتقول اني احنا داخلين بير ماركت والناس بتبيع بسبب الناس المحترمة اللي بتقول كلام مش مزبوط يا جماعة انا ماشي على مدرسة اسمها مدرسة الدعوم والاختراقات فيه اخوات غيري وفيه ناس افضل تاني مني في اتجاهات تانية وبيمشوا بمدارس تانية وكل مدرسة ليه احترامها وليه مساوئها وليه يعني مميزاتها ولكن انا بس بطلب من اي شخص انت بتتابع على اليوتيوب او التلجرام او على اي حاجة يعني يقولك يعني هو محقق الصراء بالسورة العملية الرقمية وهو بيدرس لك دلوقتي في القناة من قناة اليوتيوب قوله فين يعني اتأكد بس منه هو فين الصراء اللي هو فيه بيتكلم عليه تمام؟ يعني يسأله بس فين ده فين؟ شوفه شوف مداربة من مدارباته شوف مكسب من المكاسب بتاعته اللي بيحققها خليه عمل لك حاجة لايف لما تشوف ده هتتأكد ان الشخص ده صادق او الشخص ده مجرد واحد عنده كاميرا وقاعد عامل في بيته وقناة وخلاص والموضوع ده فيبقى هنا تتجنب التتبع لاشخاص مش يعني مجال للثقة ما تاخدش معلومات وتخاف وتبيع عملتك وتخسر وتسمع كلام ناس مجرد بس عندين يقول لك احنا عندنا واحنا بنعمل وبنشتري صفقات خليه يعمل لك صفقة من الصفقات اللايف انا نزلتلكم صفقة وصفقتين من الصفقة واحدة صفقتين مدربتين لايف تمام واحدة فيها مكسب خمسة وستين الف دولار والتانية فيها مكسب الفين دولار في نص ساعة اللي عايز تصدقه شوف منه مدربات لايف الاول وبعد كده حكم عليه وبعد كده اسمعه لما يقول لك في بير ماركت اوتوماتيك تطلع تبيع وهو لو في بير ماركت طب هو باع ولا ما بعش يعني هو مدرب ما هو عارف في المعلومات دي ليه ما بعش طيب واشترى في يعني اشترى في القاعة فارجوكم ما تخافوش انا بأكد لاي شخص لسه حتى عايز يخش معه يو اس دي تي وعايز يخش تأكد ان ده ايه اخر تصحيح هيكون في المكان ده بفضل الله الاول وان لو عد منك القطر ده بالارتفاع انت مش هتعرف تيجي تاني ولا تخش سورة عملات رقمية ده ده تأكيد وحلقة هي موجودة بين يما بينكم والتوقيتات شاهدة احنا بنتكلم النهاردة وقدامنا التاريخ والتوقيت شاهد علينا وانشوف ايه اللي يحصل بعدين انا كل اللي يهمني ودي معلومات مهمة جدا 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 اللي هقوله ده هو مكتوب على التليجرام عشان كده مهم انك تخش على التليجرام ومكتوب على التليجرام بتواريخ معينة انا كل اللي يهمني ان شهر سبتمبر يقفل معانا اعلى التلاتة واربعين الف دولار لان لو قفلنا اعلى التلاتة واربعين الف دولار هيكون عندنا مؤشرات مهمة جدا جدا نقدر بعد كده نتكلم عليها والمؤشرات دي ممكن تكون كالتالي ولو معك ورع وقلم اكتبوا راية انا ما عنديش مشكلة يعني اكتبوا راية لو انت عايز تكتب اكتب اوكي ونشوف ايه اللي بيحصل في السوق النهاردة احنا النهاردة لو جبنا التلاتة واربعين الف في شهر ستمبر واغلقنا عليه بإذن الله بإذن الله متوقع ان في اكتوبر نوصل للتلاتة وستين الف دولار وده التحليل بالطبع على بعض الادوات العلمية اللي احنا بنشتغل عليها وبنحلل بيها واغلق نوفمبر يوصل للأربعة وتسعين الف دولار البيتكوين وشهر ديسمبر يقدر يوصل اعلى من المية الف الاول بفضل الله حتى لو وصلنا للتمانين الف بالطبع دي ارقام مهمة جدا تمام فياريت نركز ياريت اللي عايز يدخل السوق يبدأ يحزم الامور ويجهز نفسه ويبدأ يتوكل على الله تاخد شخص ثقة حبيت تنضم عن طريق محافظ الفي اي بي احنا بناخدش باسورد ما بناخدش اي تحكمات مالية الادارة بتكون فقط عن بعد 24 على 24 تمام تقدر تتواصل على الرقم اللي موجود بتاعنا على الواتس وتقدر تواصل بنا ونتكلم معك مش كده ممكن تقدر انك تتواصل مع اشخاص ذات ثقة تصق فيها تقدر تعمل لك مكسب محترم كويس تقدر تتواصل معها وتأكدوا مع الشاشة اللي انتو شايفينها قدامكم دي ان احنا في اخر كراش تعديله من الاربعين تمانية وتلاتين بعد كده صعود تاني باذن الله انا الحلقة دي شرحت ايه اللي حصل من اول السنة ووصلنا النموذج مماثل حاليا دلوقتي وعلى سبيل النموذج اللي حصل القديم ورجعنا في البران بقول تاني ان احنا لازلنا في البران احنا ما جناش بير ماركت ولا اي حاجة ما فيش تخوف وافتكروا ان الشخص اللي كان في امكانه يشتري اليوم البيتكوين باربعين الف دولار لما يشوف بالمئة الف ما عاياتش وبمقابله بالطبع العملات الجانبية طبع زي سيريام بيم بي صلانة كل الحاجات دي دي عملات طلعة ووعدة وفي حلقة انا وعدتكم بيها مبارح هعملها لكم اهم تاني خمس عملات في شهر سبتمبر وانا عملنا اهم خمس عملات في اول شهر سبتمبر نقدر نعمل فيهم ونتكلم في الحلقة اللي جاية عن اهم خمس عملات تقدر تعمل فيهم في اخر شهر سبتمبر دي بنقدمها هدية لاخواتي اللي عندهم محافظ صغيرة او مستمرين بس معنا على التليجرام بنتشرب بيهم بالطبع وهتقدروا تتابعوا من خلالنا ايه اللي بيحصل وايه التطورات اللي موجودة وايه اهم العملات اللي ممكن تحطها في محافظتك ده مهم وبالطبع عندي منصة حلوة جديدة جدا انا جربتها بالطبع وعملت عليها شغل كويس وحلوة هنعمل عليها حلقة اوضحها لكم لانها بتشتغل في معظم الدول العربية وطريقة السهولة في التعامل عليها طريقة حلوة هنشرحها بإذن الله والحلقة هتكون بإذن الله برضو غدا معنا وياريت تعجبكم وتقدروا تسجلوا فيها وتقدروا تستفيدوا منها زي ما انا برضو قدرت الحمد لله استفيد منها دمتم في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة